يعيش أطفال عائلة بوكورية ومنذ خمس سنوات وضعية مزرية داخل هاته العشة المصنوعة من بقايا القماش والأكياس البلاستيكية الممزقة وسط السقيع والبرد في فصل الشتاء وبين الأفاعي والعقارب في فصل الصيب الحالة لأننا فيها كيش سب السرج ما يدرى بها غير ربي السرج القرشة ووقت الصيف ثاني العقار برانا كايني من نقوها تحت الفراش هؤلاء الأطفال يضطرون لقطع مسافة سبع كيلومترات يوميا للالتحاق بمدارسهم وسط تضاريس جد صعبة وظروف ملاخية قاسية وغياب أدنى الإمكانيات البزوج مننا البيضة عندهم سبع كيلو وعالي ريتور يمشوف النهار يمشوف النهار ثلاث نوبات الصباح يجي يجي البرد وما نطقش نجي الصباح نروح ديان من الصباح قصة سبعة ونوص الوضعية اللي ركتش فيها حالة موزرية ما كانش قاعدة أدنى شهر الحياة ما كانش نحن الناش يتسير والي ولاية باش يتاخد قرار ويتاخد يشوفوا في البراء أهل أطفال هادو اللي رهم ضايعين والله غيرهم ضايعين وفي انتظار التفاتة سريعة وجادة من طرف المسؤول الأول عن الولاية يبقى أطفال عائلة بكورية مهددون بالانقطاع عن الدراسة وعرضة للضياء اشتركوا في القناة